تكون عن العلامة التجارية بالرغم من أنه هيدا مصطلح العلامة التجارية عادة بيطلق على الشركات أو المؤسسات الكبيرة اللي منعرف منتجاتها بمجرد ما نشوف علامة التجارية أو نذكر اسمها إلا أنه هيدا المصطلح ما عد فقط قاصر على الشركات صار يطلق أيضا على الأشخاص يعني صارت تسمى علامة تجارية شخصية وهي بتعني الطريقة اللي بيتذكرك فيها الناس من خلال أفعالك وعلمك والاتصالات العاطفية اللي بتقوم فيها معهم هنفهم أكتر عن هذا الموضوع ومعنا سفير أستعادي تركي قشلان ومدرب أيضا بجودة الحياة أستاذ تركي أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا فيكم أهلا أستاذ أهلا يسعد نهارك بدي أسألك عن العلامة التجارية الشخصية هيدا شي جديد هلأ خلق لأنه موجود السوشال ميديا ولا كان موجود قبل ولكن مش بهالوفرة وبهالكثرة وبهالأهمية والله شوفي هو موجود من زمان وإحنا بنستخدمه وبنتداوله وبنتكلم عنه يمكن كنا محتاجين أن نحطه تحت مسمى أو تحت إطار ليش قلنا أن ذاتك أو أنت تعتبر كعلامة تجارية عشان نرفع من مستوى نظرة الإنسان لذاته نعم يعني خلينا نقول أنا مثلا أنا اسمي تركي قشلان نعم طب أنا حتى لو أنا واني مدرب أنا لو ما لدي أي تصنيف أو بطلع إعلاميا أو شيء أنا حتى على مستوى بيني وبين أهلي بيني وبين أسرتي وأصدقائي وجماعتي والناس حواليني كلهم بعد عمر طويل إن كنت أنا موجود أو غير موجود حيذكروا إنسان اسمه تركي قشلان نعم صيد فإذن معنات أنه اسمي هو علامة تجارية حتى لو كان على مستوى أهلي وأولادي وأسرتي نعم آه يعني مش بالضروري تكون شخص مشهور أو مؤثر على السوشيال ميديا شكرا الله يفتح عليك هنا هذه النقطة لازم نحط تحت عشر خطوط ليش؟ عشان ما يظن أنه أنا أصير إنسان دا قيمة أنا لازم أكون يعني شخصية مشهورة نعم على سبيل المثال وببساطة جدا اليوم أنا لو كنت موظف في جهة ما خليني أخذ مثال على البنوك نعم أنا اليوم ممكن أكون موظف في بنك ما يسمعوا عني بنك آخر فمعناته ممكن يستقطبوني ويدفعوا لي مثلا مبلغ إضافي نعم حضرتك مثلا مديعة أو أي أحد في الإعلام ممكن يستقطبوا قناة ثانية ويدفع مبلغ إضافي نعم إذن أنا أو أنتي أو الشخص هذا هو له حتى قيمة سوقية نعم القيمة السوقية هذه بناء على إيش هنبدأ نتكلم هنا بناء على إيش وكيف ممكن أنا أشتغل على نفسي وأطور نفسي بالزبط الشخص العادي اليوم اللي عم يسمعك بيقول أنا لني معروف لني مشهور كيف فيني أبني علامة تجارية وأقدر أوصل فيها إلى من يهمه الأمر يا سلام إحنا أول حاجة عشان بما أنه اتفقنا الآن وفهمنا المفهوم البسيط في موضوع أنه أنا آلامة تجارية مهما كان مهما كنت أول حاجة أتعامل مع نفسي زي ما بتعامل مع أي مؤسسة أو منشأة أو شركة أو حتى وزارة اليوم بنشوف حتى على مستوى الدول صار فيه لها رؤية فيه رسالة فيه قيم فيه أهداف تفصيلية وأهداف عامة وفيه متابعة وفيه تقييم وفيه تطوير هذا كل ما لازم أسويه لنفسي أنا اليوم تركي أنا اليوم ليلة أنا اليوم أي مكان أنا إيش رؤيتي في هذه الحياة إيش الأثر اللي أنا أبغى أصنعه في هذه الحياة ترى صدقوني يا جماعة هذه كل ما لازم نتفق عليها الكلام اللي حنقوله ترى ممتع جدا أنكم تجلسوا بينكم وبين نفسكم وتشتغلوا على نفسكم فيه أنا اليوم إيش رؤيتي في هذه الحياة إيش الأثر اللي أبغى يكون بعد عمر طويل لما نأخرج من الحياة هذه إيش الأثر اللي أنا أبغى أكون تركته وأذكر فيه بخير إيش القيم أو الأخلاقيات الصح التعبير بمفهوم آخر الأخلاقيات اللي أنا لم أتنازل عنها اليوم مثلا واحد يقول لك والله أنا من قيمي الصدق عشان نعطي مثال نوضح أنا من القيمة اللي أتحلى بها الصدق لما تكتبها فمعناته أنت ممكن تواجهك تحديات في الحياة أو مواقف تضطر أنك تكتب لا أنا أرجع لقيمي هذه قيم ثابتة أنا لن أتخلى عنها الخيانة الأشياء هذه كلها أنت نازم تتعرف على نفسك حتى عشان نوصل لمفهوم جدا مهم أنت نازم تحب نفسك وتتعرف على نفسك وتقدر نفسك وتطور نفسك وتكافئ نفسك ولا تنتظر من أحد شيء ممتاز نعم فزي ما قلنا نعمل لنفسنا رؤية رسالة قيم أهداف نشتغل على هذا الكلام بمبدأ التخطيط والتنظيم والتعديل والتقويم كأني أتعامل مع بزنس وهذا الكلام اللي أنت اليوم ممكن تكتبه أو بكرة تجدد عليه أو بعده تعدل عليه تره هو حيستمر معاك على طول وممكن كل فترة والتانية تجيك أفكار أنت إيش الأهداف اللي تبغاها طبعا نحن لازم نتفق وإنت بتجلس على جلسة التخطيط هذه عشان تعمل علامة تجارية حط في بالك سبع جوانب اللي نسميها عجلة الحياة عجلة الحياة هي سبع جوانب كل البشر بدون استثناء يخبعوا لهذه السبع جوانب الجانب الروحاني الجانب الذاتي الجانب الأسري المجتمعي الاقتصادي الصحي الترفيهي أنت لازم تعمل توازن في تخطيطك أنت اليوم على مستوى الأسر وإيش تبغى تعمل لهم أنت إيش المهارات اللي موجودة عندك على الصعيد الاقتصادي أنت لازم تتعرف على نفسك وتعرف مش بس كده طبعا فيه نقطة كمان حلوة ممكن يا ريت يعني ناخدها في عنا الاعتبار أنا دائما أنصح أن يكون دائما معاك حاجة اسمها ترمومتر وميزان إيش اللي أقصد بالترمومتر والميزان الترمومتر عشان أنا أقيم نفسي في كل مهارة وفي كل علاقة حتى العلاقات تخضع لترمومتر والميزان من صفر إلى عشر كم درجة قوتها أو كم درجة أهميتها أو كم درجة خطورتها زائدا أني أحط الإيجابيات والسلبيات لكل شيء أنا أكتبه أنا اليوم حتى واحد من أصدقائي ممكن أو صديقاتي لو كنا نتكلم أو أي كان من الناس اللي قاعدين يشتغلوا أو ممكن يأخذوا بهذه الفكرة أنا لازم أحط كل إنسان في مكانه الصحيح ما أجي أتعامل مع إنسان بدون وعي أو بدون يعني معرفة عميقة أعطي له مثلا أكبر من حجم وبعدين أعاتب نفسي أو الأورط أنت لما تحط كل إنسان بالميزان والترمومتر أنت ستعطي كل ذي حقا حقه نعم هيدا هو المعيار اللي بأيم فيه الشخص علامته التجارية طبعا هو يعتبر من المعايير إحنا لا إحنا الآن العلامة التجارية هي الفاينل هي النهائي لكن تحتها في عملية تخطيط واسعة يعني زي ما قلنا اليوم أنا موظف عندي بعض المهارات أنا لازم أعرف إيش المهارة أو إيش النقطة اللي أبغى أكون فيها بمفهوم العالم أنه أنا عالم في هذا الموضوع أي أحد تتكلمني فيه أنا يعني أعطيله وأبحر معه وإيش هي المجالات اللي أبغى أكون فيها عندي ثقافة عنها طبعا أنا لو عملت كل اللي حضرتك ذكرته في ناس يمكن بيعاملوا جزء منه هاي دي طبيعة موجودة فينا منحط أهداف ولكن ما من رتبها نحن هون رتبناها وعملنا كل اللي حضرتك ذكرته أول شي أنا شو حستفيد شو حيرجع علي هيدا كله وكيف فيني أيمه لأنه بالنهاية إن كان شركات أو إن كان دايما في لازم يكون في تقييم صحيح شو المعيار التعديل يا سلام طبعا إذا أنا ما أعرف عفوا إذا أنا ما أعرف أسوي هذه الخريطة وهذه التفاصيل مو غلط يعني أني أروح لمستشار أو لايف كوتش أني أستعين فيه وأخذ معه برنامج متكامل هو يسوي للخريطة هذه وكذلك يعني يكون معايا متابعة باستمرار لأنه زي ما تفضلتي أنا اليوم خطط بس جيت لقيت نفسي بعد فترة أنه في عندي أخطاء أو في عندي أشياء ما أعطيتها حقها بالشكل الصحيح مو غلط أني أعدل يعني هذا جانب الجانب الثاني إيش هستفيد هستفيد أنه أنا أحس لحياتي لها معنى وطعم أنا عارف أنا فين رايح واحدة من أبرز المشكلات اللي يعانوا منها البشر يعني بنسبة كبيرة جدا تتجاوز السبعين في المئة القلق على المستقبل طب أنا عشان أحد من هذا القلق أنا محتاجة أني يكون عندي خطة للمستقبل أنا اليوم بحط راسع المخد عشان أنام وأرتاح بس أنا دي نفسي أنه أنا بأنام وقدون راحة ليش؟ لأنه أنا ما أنا عارف بكرة إيش عندي ما عندي ترتيب لحياتي ما عندي تركيب لجوانب الاقتصادية المهارية النفسية صحيا اليوم كم من الناس عندها خطة عشان تحافظ على صحتها يقول لك والله ما أدر أنا حس نفسي لما أوصل إلى 40 أو 50 حيكون مريض أنت ليش تقول الكلمة هذه طب أنا حقول لك لو أنت كان عندك خطة وعامل توازن في عجلة حياتك وعامل جودة حيالك صدقني حتحس لحياتك لها طعم هذا واحد اثنين صدقني راح يرجع عليك حتى بأثر مالي نعم ليش؟ لأنك أكيد أنك أنت حتكون مميز عن الآخرين والتميز على مستوى البشر كذلك ترى نسبة المميزين أو الناجحين إنك لا تتجاوز السبعة وثمانية في المية نعم فأنت بهذه الطريقة راح تتميز وراح تصعد نعم طيب بدي منك أستاذ تركي نحن بعدنا بداية أسبوع هيكي ناخد جملة أو نصيحة مهمة نختتم فيه هذا الحوار لكل هود الأشخاص اللي الإنسان بصفة عامة يعيش بقلق دائم من مستقبل مجهول خوف على يعني شوفين من بكرة من بكرة خيفين من بكرة خيفين من علاقاتنا خيفين دايماً منحسى بحسابه منفكر وإلى آخره كيف يخلص من هالألأ الدائم ومن هالخوف من بكرة أول حاجة الله سبحانه وتعالى ما خلقك في هذه الأرض إلا أنك لك قيمة لك قيمة عشان تزرع زرعة وتكون فعلاً خليفة في الأرض ويكون لك عثر هذا واحد هذه نازم نؤمن فيها فتؤمن أنك أنت حاجة مهمة في الأرض مش حاجة عادية ولا حاجة عادرة هذا رقم واحد رقم اثنين أقوى استثمار في العالم على مر البشرية هو الاستثمار في الزدات صدقني أنت اليوم لما تستثمر في نفسك رح تجني أرباح طائلة منها أنت اليوم ممكن تتعلم مهارة أو تتعلم لغة أو شيء رح يفرق معك في الراتب ماها بالك لما أنت تستثمر في جوانب كثيرة جداً في حياتك حتجني أرباح كثيرة أول شيء نفسياً وكذلك مالياً واجتماعياً وتسويقياً وحتكون علامة تجارية حتى بعد عمر طويل لما تمر حيقوله والله مر وكان له أثر جميل نعم شكراً جزيلاً لإلك أستاذ تركي أعتيك العافية شكراً الله يعافيك شكراً شكراً